صباح الخير يوم طالع جميل يوم مفترج يوم الجمعة 7 مارس 2014 ولسا كنت بقول رهام قبل الهواء إن شاء الله بداية الأسبوع الجو هيبقى برد وفي انخفاض في درجات الحرارة خدوا بالك وتقيلوا هدومكم كنت تفاكرة كده أن الصيف دخل لقين الدنيا حرارت جدا والناس بدأت تخفف يعني شوية فالمعلومة دي واضح أن أنت متأكد من هذه المعلومة هم أعلنوا مبارح الحقيقة فعلا أن في انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ وهيستمر لجمعة سبت حد 2 وتنكسر درجات الحرارة يوم لسا ما نصيفش لسا شوية لسا شوية لسا شوية طيب كويس عندنا فقرات النهاردة متنوعة أكيد هنبتديها بأهم معنويين وانشتات الصحف المصرية من خلال فقرة الصحافة أولى فقراتنا وهتكون النهاردة مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر حسنين الفقرة الدينية هتكون مع الشيخ هشام كمال إمام وخطيب مسجد الظاهر هتكون عن منهج الرسول في التعامل مع الناس ومننساش إن الدين المعاملة هنعرف إزاي نتعامل مع الناس وإزاي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الناس ومع الصحافة في أنواع كتير من الفن وتحديدا أنواع كتير من الرسم لكن مش ناس كتير تسمع عن الرسم على الرمال هو الرسم على الرمال وإيه هي تقنياته وإيه هي شكل اللوحة اللي بتطلع والمفروض ما بيتعملش بقى أكيد على نفس القماش اللي بترسم عليه الفن العادي أكيد ليه تكنيك مختلف هنتعرف عليه النهاردة مع الفنان مايكل روماني الشاعر كرم العشماوي هيكون موجود معنا النهاردة وقصائد جديدة هنعرف تجميع الشاعر في دووين هو ما يمشيش على المنهج ده هنعرف منه النهاردة كل حاجة عن أشعره الجديدة لسه كمان بنتابع معاكم مشاكل نقابة الموسيقيين المستمرة حتى الآن ما بين النقيبين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل من هو الأحق بنقابة الموسيقيين أو بلقب نقيب الموسيقيين أو منصب نقيب الموسيقيين حاستثن فيه قضايا دايرة في الموضوع ده هيكون معنا النهاردة المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية والستاذ طارق مرتضى يحسم لنا كثير من الأمور هنروح لفاصل ونرجع مع ريهام واستعراض لهم من شرطات الصحف الصادرة صباح اليوم تابعونا ولكن بعد الفاصل